اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان واطف النردة ان شاء الله هنقدم مع بعض البسكوت الرائعة ده من غير بيض ولا دقيق ولا سكر ولا زيت ولا سمنة تعالوا نشوف هنعمله ازاي معي ربع كيلو من السوداني المحمص هيكون من غير ملح ونقشره ونطحنه في الكبه طحن ناعم كده زي ما احنا شايفين تمام طبعا تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتشيروه لأكبر عدد عشان يترفع والناس كلها تشوفه لانه مفيد جدا ان شاء الله للسكريين والناس اللي بتعمل ضايت معي بقى برتقالة هاخد القشر الخارجي بتاعها بشر القشر مش هاخد الابيض هاخد اللي بره بس طبعا نقدر نستبدل ناكية البرتقال بالفانيليا او بالقرفة بعد كده هاخد البرتقالة نفسها وهاخد العصير بتاعها هيتلع حوالي ربع كوب يعني من عصير البرتقال ممكن نستبدله بماية ازا بتحبه اه او حليب هيبقى يميل جدا برضو تمام بعد كده بقى هضيف المحليات اللي انا هستخدمها هنا طبعا لو مريض سكر هنستبدل العسل على طول بسكر رستيفيا هناخد معلقتين كبار من سكر رستيفيا او معلقتين كبار من عسل النحل بيبقى مقرمش جدا البسكوت ده اخدوا بالكم علشان هنعمل خطوة دلوقت هي اللي هتخليه مقرمش وجميل طبعا هعجن بقى المكونات كلها مع بعض بقى السوداني مع البرتقال مع العسل وهبتدي ان انا اقور العجينة لكور هنشوف دلوقتي طبعا عجينة ما شاء الله حلوة مش بتلزق في اليد ياريت امانات ما تنسوش اللايك هاخد بقى كل كورة وهغطسها في بياض البيض ان احنا شايفينه ده بياض بيض وهو ده اللي بيخليه مقرمش ورائع بعد ما هننزله في بياض البيض هننزله في السمسم والسمسم يكون محمص وكمان يعني سوداني وسمسم محمصين هعمل كده بقى في بقية الخليط كله العجينة كلها بياض البيض وبعدين السمسم تمام ما تقلقوش مش هيبقى في رحة بيض لان البياض مش هو اللي بيبقى في رحة الزفارة اللي بيزفر الزفارة فاحنا اخدنا البيض بس وكمان هو اللي هيخليلي البسكوت مقرمش هخلص الكمية كلها لو عايزين تكتفوه بكده وتسووه بالشكل ده اه اوكي يعني براحتكو بس في خطوة بقى نعملها دلوقتي اختياري وهي هتحليه اكتر ان احنا هناخد بقى اي عصايا عندك ده معلقة خشب وبضهرها وهبتدي ان انا اعمل سكوب كده في كل كورة طبعا زي ما بقولكو الخطوة ده اختياري خالص بعدين هدخلوا الفورن على 180 هيقعد تلت ساعة لما هيستيوه هتلاقوه بقى ناشف من برا وكريسبي كده تمام هعمل ايه بقى دلوقتي هجيب الويت شوكولت وهبتدي ان انا لما اسيحها هحط منها كده في السكوب اللي انا عملتها بعد كده هبتدي ان انا اسيح بقى دركة شوكولت وهحط على الويت شوكولت طبعا زي ما قلتلكو الحرقة دي اختياري اه والناس اللي عايزة طريقة الويت شوكولت الصحي انا عملتها قبل كده على القناة لو عايزين الطريقة قلولي وانا هنزلها لكم بعد كده بقى بالويت شوكولت وبالمعلاقة هعمل ايه نقط كده في النص يعني اه ده كله حسب زقكم ممكن ما تكملوش الخطوات دي بيبقى جميل جدا برضو بس وده كان بيديو النهاردة اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه وطبعا بستنى تعليقاتكم الجميلة وتطبيقاتكم الاجمل على صفحتكم على الفيسبوك واشوفكم على خير وما تنسوش اللايك والشير ومع السلامة